إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقل أدين موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر النواط اللي حق واسخفر لذنبك واسبع بحمد ربك بالعاشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدور من الله كبر ما هم بالغيه فاستعيذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لخلق الناس إن في صدور من الله كبر ما هم بالغيه فاستعيذ بالله إن الله هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبارتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لضو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالقوا كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفقوا الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت عن عبض الذين تدعون من دور الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من طراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا جلا مسمى ولعلكم تاقلون هو الذي يحي ويمد فإذا قضاء أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أننا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فصوف يعلمون إذي الأغلال في عناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم إنما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبو أبا جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وادا لا يحقهم فإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفي أنك فيلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أي أدي بآيات الله بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومن دين إياك العبد وإياك نستاعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط والذين العمت عليهم غير المغضب عليهم ولا الضالين الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافو لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهما شد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهما كانوا ينسبون فلما جاءتهم رسلا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستازئون فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحدا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذارنا وقروا من بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم الله وحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين إن الذين ليتون الزكاة وهم بالآخرت هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستاعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوادها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم سواء للسماء وهي دخان فقال لها وللأرض طوعا أو كره قالت آتينا طائعين فقضاه النسبة سماوات في يومين ووحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابحة وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صعيقة مثل صعيقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديه ومن خلفنا لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا أنزل ملائكة ما سمين بهذا في آبائنا الأولين قالوا لو شاء ربنا لا أنزل ملائكة فإننا بما أرسنده كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا لهم ريحا صرصلا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة يخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم مما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء وهو خلقكم أولا مرة وإليه ترجعون وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظلنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مطول لهم وإن يستاتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحقا لهم قولوا في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين العمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستمي الحسنة ولا سيئة ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوتك أنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذوح الظنظيم وإما ينزغن لك من الشيطان نزغن فاسعذ بالله إنه هو السمع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كد مياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير ذلك إن الذين يلحدون في آياتنا لا يقفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمن يوم القيامة عملوا ما شئتم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمن يوم القيامة عملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدة ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل إن ربك لضو مغفرة وضو عقاب ناليم ولو جعل له قرآن أعجميا لقال ولولا فصلت آياته أعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يمنون في آذار وقروه عليهم عما أولاك نادون من مكان بعيد ولقل آدينا موسى الكذا فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسي ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد الله أكبر